السلام عليكم كيف تومانا بس اليكم صحة لبنز نتمنى تكونوا باخر وعلى خير ومرحبا بكم معي فيديو جديد مع وصفة جديدة فيديو اليوم البنز غنشارك معكم الرغيفات مع مرين بالتبن والصبانيخ او الاسبينكات كيجوا صراحة مزونين بزف وكيجوا لدادين نتمنى البنز يعجبوكم وتجربوهم واللي اول ما رغي شاهد الفيديو ديالي هدا جبكم الفيديو بارتجي وهم عالنس اللي قتعرفوه أكيد البنات هذا الرغيف سيعجبوكم إن شاء الله إذا جربتوهم ودابا نخليكم على المقادر وطريقة تحضير لصفة البنات مثل المقادر اللي غنحتاجوا عندي هنا يا 500 جرام ديال الفينو عندي 300 جرام ديال الفورس عندي كترة ديال الملاح كيبقى ملاحة لحسب الضوء كترة صغيرة ديال السكر غيت ريطيقة ديال الخمير ديال الخوص ماشي بزافة البنات يعني غير رسم غير القاة صغيرة ماشي بزافة والماء غدين جميعوا هذه اللاجينة هدي بالماء عادي ماشي دافيه ديال بسم الله غدين بدأ البنات نخلط في الطحين ديالي باش نبدأ الملح جن هنعمل السكر والخميرة وملح سوف البنات وغدين نخلط كل شيء غدين بدأ نضيف الماء بشوية بشوية ونبدأ نعجن سوف نحصلها للعجينة اللي بغيت بالنسبة للعجينة البنات كما قلت لكم دائما في الفيديوهات اللي كنشارك معكم الملاوي ورغايف بالنسبة للعجينة ما تكون شير بنس قاسحة دائما العجينة ديال الملاوي ورغايف سكون مرخوفة وما تكون شجارية ولكن تكون العجينة لينا لأن العجينة مرخوفة تلقى راسا سوف نضيف الماء بشوية بشوية ونعجن سوف نحصل على العجينة اللي بغيت سوف نضيف الماء ونعجن سوف نضيف الماء ونعجن سوف نضيف الماء بالزيت سوف نضيف الماء ونجعلها سوف نضيف الماء ونجعلها ترتاح اضافة 1-15 دقيقة اضافة 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 الزيت تضيف لاحظة اضافة والذي مزيد اضافة اضافة لاحظة سوف وضيف القرب سيضيف هذا الصبانيخ سيطيبه. يعني ما يدوش معنا الوقت بزاف الطياب. صفح البنازو هذي كأيضافة ايضا بغيتوها ولكن ستقوني ركا جيمزيونا بزاف عندي نزيد دجو على الصبانيخ دينا كوتشرة ديالتحين ديال الفرس. اه هاد كوتشرة ديالتحين الدار ديالا كاتجمعني للمام الصبانيخ وفي نفس الوقت كاز عطينا واحد اللقم زي وان كت عطينا احنا ما داق الغزال فالصبانيخ ديانا. كي جوا مزيونين بزاف. صفي غدي مقدان خلطة البنازو في الطحين مع سبنتكاس ديانا تسيطيبوا. يعمل بالتحان سوف نشعر بالتحين سوف نضيف ومن ثم سوف نضيف سوف نضيف الصبانيخ في التبصل بشي يبرده لكي لا يتخلص على العجينة بالنسبة للعمارة سوف نحتاجون صبان اخوة ونحتاجون جبن هنا هنا القودة ونستعملوا اي جبن كي أجبكم سوف نستعمل المتظرين لا او شي نوع اخر ولكن هذا القودة يجي غزال البنت مع سبيناكاس يجي واحد المضاق هائل سوف ندرس بعد مرتاح والرغيف ديالي سوف ندرس باش نكوار كويرات مسaleyنا هاتف ستعمل سوف نكون العجينه الينا دائما العجينهما افركم سوف ناعدد كوره كويرات سوف ننزح حجم هو يجب أن نزركم على الماضي تسمع حياتي سوف نضيف المنزل سوف نغطيه 10 دقائق سوف نغطيه 10 دقائق سوف نغطيه 10 دقائق بعد ذلك سوف نغطيه 10 دقائق سوف نقوم بحق أفضل سوف نغطيه 40 دقائق نغطيه 40 دقائق نغطيه 50 دقائق سوف نطلق الغيفة سوف نطلق الغيفة سوف نطلق الغيفة سوف نطلق الغيفة سوف نقوم بعمل فوق الصباني بهذا الشكل لكي يجيبوا هذه الرغيفة البنت مزيونين بالزاف صراحة اجربوهم انا ما غيرت نضموش عليهم ان شاء الله سوف نقوم بعمل قليلا و نطور رغيفة على هذا الشكل سوف نصمر بطريقة كيمية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة موسيقى اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة